موسيقى تيكسس يا جماعة هو كان في المكسيك ودخل الكامب الكامب ده تابع للولايات المتحدة الأمريكية ولكن على حدود المكسيك ولكن زيزو دخل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل يا جماعة ودخل تيكسس ولكن تحت حراسة مشددة من الشرطة الأمريكية ولكن تم رفض لجوء زيزو المغربي يا جماعة ليه؟ لأن زيزو بيعمل على تحريض على الهجرة الغير الشرعية بمعنى زيزو المغربي بيعمل على تحريض على الهجرة الغير الشرعية جماعة للولايات المتحدة الأمريكية وأنشأ مجموعة من الفيديوهات تدول على الهجرة الغير الشرعية من البرازيل للولايات المتحدة الأمريكية مروراً ب11 دولة وصولاً إلى المكسيك ولكن تم رفض اللجوء يا جماعة زيزو المغربي تم رفض اللجوء والآن هو يبحث عن محامي دولي تابع لحقوق الإنسان كي ينظر في لجوءه في الولايات المتحدة الأمريكية أنا ما بشجعش على الهجرة الغير شرعية نهائيا لأن الهجرة الغير شرعية يا صاحبي دايما مليئة بالمخاطر والحاجات الصعبة جدا يعني أنت بتعرض نفسك للخطر أنا ما بشجعش على الهجرة الغير شرعية نهائيا اعمل ورق يا صاحبي ماشي اعمل ورق لأن انت قدام أي سفارة مجرد ورق وأنا قلت الكلام ده بل كده اعمل ورق كويس يا صاحبي وقدم في السفارة وربنا حكرمك وتحصل على التأشير انسى موضوع الهجرة الغير شرعية نهائيا ولكن السبب الرئيسي في عدم قبول اللجوء لزيزو المغربي هو التحريط على الهجرة الغير شرعية بإشهار الفيديوهات وتشجيع الناس على الهجرة الغير شرعية وخصوصا يا جماعة انه عمل مجموعة من الفيديوهات بداية من البرازيل عبورا ب11 دولة ووصولا للمكسيك دخول الولايات المتحدة الامريكية فتم رفض اللجوء لزيزو الآن هو بمسابة ترحيل إلى دولة المغرب يعني الولايات المتحدة الامريكية تنوي ترحيل زيزو إلى المغرب وحسن لسه في المكسيك زي ما هو يا جماعة وإحنا عارفين مراد مزوري كان ينوي أيضا الهجرة الولايات المتحدة الامريكية فصرف نظر عن الهجرة الغير شرعية يا جماعة لأن الهجرة الغير شرعية مليانة بالمخاطر أنا ما بنصحش أي شخص بالهجرة الغير شرعية من لا يشكر الله لا يشكر الناس أنا بشكر الله ولا نسمى أنتم بعد الله بقدم لكم كل الشكر يا جماعة مبارح أول يوم فرمضان الصبح صحيح من النوم بفتح الموبايل لقيت رسالة تم قبول قناتك في برنامج شركاء يوتيوب الشكر الله أولا ثم أنتم يا جماعة القناة اتقابلت في برنامج اليوتيوب لما قدمت القناة في المراجعة بقولوا لانتظر شهر ولكن يا جماعة اللهم لك الحمد والشكر خلال أربع أيام تم مراجعة قناتي وتم قبول القناة في برنامج شركاء يوتيوب أنا بشكر الله ثم أنتم بعد الله يا جماعة ولكن القناة دي لي وليكم يا جماعة أنا بخليك تستفيد يا صحبي أنا بعملك فيديوهات وبخليك تستفيد كل المعلومات الصادرة داخل القناة 100% يا جماعة أنا كل هدف أنك تستفيد يا صحبي ووعيك ماشي وإن شاء الله هنعمل رحلات بعد كورونا وحفسحكم معي في دول كتير في دول أمريكا الجنوبية وأوروبا ولكن الوضع الآن المطارات مغلقة يا جماعة يعني حتى التنقل بين الحدود مقفول يا جماعة في بعض المقطعات فإن شاء الله ربنا يفرج علينا جميعا ويفرج على الأمه الإسلامي وتنزح غمة كورونا يا صحبي اشترك في القناة يا صحبي وفعل الجرس واضرب اللايك وانتظرونا في الحالات القادمة اشترك في القناة يا صحبي اشترك في القناة maar اشترك في القناة يا صح building لا توقعهم اشترك في القناة يا صحبي اشترك في القناة